بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية الزلزال. هنعرف معنى الزلزال في المنام. هنعرف لو شفناه ان حصل الهزة ارضية او الزلزال في البيت بتاعنا او في المنزل. اه لو شفناه انه حصل بره كمان هنعرف لو حصل احنا نجينا من الزلزال ده. برضو هنعرف معناه بشكل مختصر للعزباء للمتزوجة للحامل وكمان للرجل. اول حاجة الزلزال لما يشوف الرأي ان حصل الزلزال او هزة ارضية في المنزل بتاعه. فلالاسف من الرمز اللي بتدل على وقوع خلافات او اه مشاكل زواء كان متزوج فمع زوجته او اه مع افراد العائلة. اه كمان على حسب حجم الهزة او قوتها. وكمان على حسب الاضرار تسببت فيها الهزة. كل ما كانت الهزة خفيفة كل ما كان الخلافات اللي هتحصل ديه خلافات اه خفيفة. اما لما يشوف الرأي ان الهزة كانت قوية جدا لدرجة انها هدد البيت او البيت اه نهار. للاسف من الرمز اللي بتدل على انفصال هيقع بين الزوج او الزوجة. اه كمان ان الزلزال اللي في البيت برضو من الرمز اللي هم خبر زي سيء او خبر اه مزعج. اه لما يشوف الرأي ان البيت بتاعه تهده وبعد كده هو بناه مرة تانية اه بعد الزلزال فدي من الرمز اللي بتدل على صلب اه رحم هترجع مرة تانية بعد اه قضعها او بعد مدة اه بعيدة. اه كمان لما يشوف الرأي الزلزال بشكل عام برضو من الرمز اللي بتدل على اه تغيير في حياة الرأي اه ممكن يكون التغيير ده للأسوأ. كمان لما يشوف ان هو اه الزلزال برضو فمن الرمز اللي ممكن تدل على اه ظلم او بطش الرأي من اه قبل شخص مثلا دي سلطة او حاكم. اه كمان وقوع الزلزال برضو في مكان اه غير محدد او غير اه معروف. فمعنى كده للأسوأ فقوع اه مصيبة ولكن المصيبة دي هتكون عامة. مش هتخص الرأي بس. اه كمان اه لما يشوف الرأي انه اه اه يعني المصيبة حصل او الزلزال حصل في مكان محدود ومعلوم. فمعنى كده ان المكان ده هيسيبه اه مصيبة هتحل على المكان ده اه بالاخص. الفتاة العزباء كمان لما تشوف الزلزال. فمعنى بان فيه تغيير في مصار حياتها ولكن التغيير ده للأسف للأسوأ مش للأفضل. اه كمان من الرموز اللي ممكن دل على وقوع فتنة كبيرة اه في حياتها كمان اه من الرموز اللي بدل على انتهاء اه علاقة او اه مشروع اه زواج. والانتهاء ده هيكون هيسبب ليها مشاكل نفسية او حزن. كمان الوقوع الزلزال في البيت كمان ممكن دل على وقوع خلافات بينها وبين اخوتها او بينها وبين عائلتها. اه كمان الزلزال برضو للفتاة العزباء من الرموز برضو اللي بتدل على مكيدة اه او المكيدة دي هيحصل لها او المكر ده هيحصل لها من الشخص. للأسف هي واثقة اه فيه. وفي الغالب المكيدة دي هتنتهي للأسف اه بمصيبة كبيرة او بفديحة. للأسف. اه رؤية النجاة من الزلزال للفتاة العزباء اه من الرموز برضو اللي بتدل على نجاتها من فخ او من مكيدة كانت مدبرة اه ليها. اه ممكن تكون وكمان الخلاص من كلام سيء كان بيمس سمعتها او مكيدة كانت هتمس اه سمعتها. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الزلزال او وقوع الزلزال فده وقوع اه مشكلة او خلاف بينها وبين اه زوجها. اه لما تشوف ان البيت تهدم نتيجة الزلزال فللأسف بتدل على فقط اه شخص من المقربين لها. اه كمان الزلزال من الرموز برضو اللي بتدل على تعرضها لخسارة ويكون خسارة مادية. لو كان الزلزال خفيف فكل فكل ما كان خفيف كل ما كانت الخسارة دي او الشيء اللي هيحصل ده هيكون اه بسيط. كمان الزلزال من الرموز برضو اللي بتدل للأسف على افتطاح امر للرأي. اما لو كان الزلزال مدمر و اه ادى لددمير او ضرر للرأي او ددمير البيت فكل اللي جيه للأسف بتدل على وقوع اه انفصال اه بينها وبين زوجها او اه فقدانها لحد من المقربين اه لها. النجاة من الزلزال او الفرار من الزلزال ده خلاص من مشاكل اه من اهموم هي كانت بتعاني اه منهم. المرأة الحامل كمان لما تشوف الزلزال فللأسف اه من الرموز اللي ممكن تدل على ضرر هيحصل للجنين او اه ممكن تدل على ولادة مبكرة وهتكون الولادة دي فيها مشاكل اه كتيرة اه لو كان الزلزال قوي جدا اه فممكن يدل على اصابتها اه بازمة صحية نديجة الحامل. لو شافت انها هربت من الزلزال او فرت منه فمعناها ان شاء الله يعني هيكون في اه عصر يمكن بعد ضعب او بعد اه مشاكل. الهزة الارضية الخفيفة اه برضو دي اه من اللموز اللي ممكن يدل على اه اه انتقالها من مكان اه لي اه مكان تاني. اه كمان ممكن تبدل على خروجها من البلد اللي هي عيشة فيه او منطقة اللي هي اللي هي عيشة فيه. نجاتها برضو من الزلزال ده نجاتها من شخص صالم او اه من شخص لي اه زوب بطشي. المرأة المطلقة كمان لما تشوف الزلزال اولا اه من الرموز اللي على اه فترة. هتمر بيها هتكون الفترة دي مليانة اه مشاكل او مليانة ازمات. الخوف من من الزلزال او اه لما تشوف ان اه يعني كانت خايفة او قلقانة من الزلزال فدي برضو من الرموز اللي بتدل على خوفها الشديد او قلقها من المستقبل. اه كمان لما تشوف ان هي البيت بتاعها اه سقط او نهار من الزلزال فدي متاعب هي هتمر بيها صعوب هتمر بيها قرب ممكن اه تمر اه بي. اه كمان ما يشوف الرأي ان هو اه نجا من الزلزال او اه ادر انه يهرب او ادر انه يفر منه كل دي بتدل على اه خلاص من مشاكل من متاعب كانت اه ممكن اه يمر بيها النجاة كمان اه من الزلزال ده سلامة وامن من شخص اه صالم او من شخص اه باطش كحاكم مثلا او كمسؤول. اه كمان النجاة من الزلزال ده نجاة من مكيدة كانت مطبرة اه لي الرؤية. اه ده كده باختصار رؤية الزلزال. اه بتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله هروت عليكم. بشكركوا جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.